هو يمكن يعني طبعا إن شاء الله بإذن الله المباراة تبقى والبطولة تبقى من نصبنا لكن الحقيقة كمان جمهور نادي الأهلي منتظر عرض قوي منتظر أن الأهلي في بداية موسم حتى ولو البطولة محسوبة على الموسم اللي فات أن الأهلي يكشر عن أنيابه يعني جماهير النادي الأهلي بجد السنة دي مش هتتنازل عن أي بطولة وأعتقد أنه الإدارة دعمت الفريق بعدد محترم جدا وأسماء محترمة جدا من الصفقات اللي عندها إمكانيات تعمل إضافة يعني هو الفكرة مش أنك أنت تعمل عدد صفقات كبير جدا الأهم من ده أنه الصفقات دي تبقى مفيدة وتضيف للقوة الضربة للفريق كنت بكلم عن ناحية الدفاعية أو الناحية الهجومية تعالج أوجه القصور اللي ممكن تكون ظهرت عندك في بعض المراكز خصوصا المراكز اللي ما كانتش عندك فيها بديل غياب لعب فيها كان بيأثر بشكل كبير جدا على مستوى الفريق أو على شكل الفريق ككل أعتقد من قدرة ده عملته بشكل أكتر من رائع على الناحية التانية الجهاز الفني ولأول مرة منذ تولى مسؤولية قناة النادي الأهلي لأول مرة عنده مساحة من الوقت يخطط وعنده مساحة من الوقت يختار عناصر تقدر تفيده وتنفذ فكره تأقلم ونسجم بشكل كبير جدا فهم مشارك في كل المسابقات اللي بيلعب فيها النادي الأهلي وبالتالي التجربة هتكون مكتملة بالنسبة له ويقدر أو تقدر تحزمه بشكل كامل بقى انطلاقا طبعا من مباراة السوبر في يوم الثلاثة ترجمة نانسي قنقر